ملاحظ كتير جداً في الساعات الأخيرة ناس كتيرة بتحاول تاخد المنافسة في الدور العام لإطار تاني برا الملعب يعني المنافسة في الدور إحنا شايفينها ماشى الغاية دلوقتي جوه الملعب ولكن يبدو أن لا حدش كان يتوقع أن الأهل بعد ما يخلص المشوار الإفريقي يرجع يكسب له أربع خمس مباريات يبقى فيه فرق نقاط قليل ما بين الأهل والبيراميدز وفي نفس الوقت كمان عرض المباريات المؤجلة بيقل فالأهل لما يكسبها يعدي بيراميدز ده غير كمان أن بعد مباراة الداخلية اللي جاية وطلاق الجيش أكيد الأهل يبقى عنده مباراة مع بيراميدز يوم 12 و22 فحتى مباراة الأهل والبيراميدز على فكرة الناس بس فكرة أن الأهل لازم يكسب بيراميدز في المباراتين طبقاً لترتيب النقاط وعرض المباراة المؤجلة اللي محتاج يكسب هو بيراميدز مش الأهل يعني تعادل الأهل مع بيراميدز على فكرة يضر بيراميدز ما يضرش الأهل لأن المباراة المؤجلة لما الأهل يكسبها بإذن الله هيعدي بيرامدز فده هيبقى أمر صعب على بيرامدز والناس كلها شايفة أن الدوري والانتصارات المتتالية الأهل الحمد للفترة الأخيرة عمل عشر انتصارات متتالية فالبعض كلمة مش متوقع أن ده يحصل ما كانش متخيل أن ده ممكن يحصل قالك نعمل أزمات نعمل مشاكل نحاول ندخل الأهل طرف والأهل أساساً برى التفاصيل دي كلها تركزنا كله في الملعب وإحنا هنا من دي وان بنحاول نشتغل على كل الكوليس داخل الملعب كل التفاصيل جوه الملعب التسعين دي أو بس حتى لو عندنا مشاكل داخلية تبقى جوه إطار الملعب ما تطلعش بره إطار الملعب لأن المنافسة السنية دي واضح كده إن هي مش منافسة داخل الملعب بس ده منافسة داخل الملعب ومنافسة خارج الملعب ومنافسة بالوكالة ومنافسة عبر وسائل الإعلام ومنافسة كما تتخيل وكما ترى في الساعات الأخيرة ولكن الموضوع وصل كمان أنك لما حبيت دخل الأهل طرف في كذا ملف معرفتش فدلوقتي القضية اللي طلعة قصة المنتخب الأولمبي والغريب بالنسبة لي اللي بيتكلموا على موضوع المنتخب الأولمبي رغم أنه هم مسؤولين في اتحاد الكورة لكن كمان بيتبوأوا مناصب إعلامية ومزعين ومقدم برامج سواء في تلفزيون أو في إزاعة وبيتكلموا على مسألة انضمام اللاعبين للمنتخب الأولمبي والكلام ده كله والواجب الوطني هو يعني أكتر نادي في مصر بيقدي الدور الوطني هو النادي الأهل بيلعب لعب دوري قبل كده بدون لعب المنتخب الأولمبي وسافر لعيبة من الأهل لعبت في دورة توكيو على رأسهم محمد الشناوي لعب كسعالم أندية في الإمارات العربية المتحدة بدون القوام الأساسي نتيجة مشاركة اللاعبة مع المنتخب الوطني في كأس الأوم الإفريقية لو عايز تقول أمثلة وتاريخ وجغرافيا وكل حاجة هتلاقي النادي الأهل هو النادي الوحيد اللي بيتطبع عليه فكرة أنك فعلا لعبتك هما القوام الأساسي المنتخب مصر وأنك بتلعب عشان لعبتك تمثل منتخب مصر